يصادف هذه الأيام مرور عامين على تعيين غبطة بيرباتيسيا باتسبالة بطرياركن للدين في القدس ففي الرابع والعشرين من شهر تشرين أول عام 2020 قرر قداسة البابا فرنسيس تعيين غبطته بطرياركن بعد خدمته كمدبر رسولي وكان سيادته قد منح السيامة الأسقفية على يدي الكاردنال ساندري عميد المجمع الشرق للكنائس وفي عام 2017 عينا عضوا في مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان وبهذه المناسبة تتقدم المدير الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين وفريق العمل بأحر التهاني القلبية لغبطة البطريار بيتسبالة وبهذه المناسبة تتقدم المدير الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين وفريق العمل بأحر التهاني القلبية لغبطة البطريار بيتسبالة متمنين له التوفيق في القيام بمسؤولياته ودعين له بموفور الصحة والبركة الإلهية كي يواصل خدمة الكريسة وقضايا السلام والعدل والمصالحة